لا بد لدارس الغذو السقافي المعاصر من أن يقف على بعض المصطلحات الواردة في هذه المادة ومنها كلمة الاستعمار ما المقصود بالاستعمار؟ إن الاستعمار يعني استلاء دولة أو شعب على دولة أخرى وشعب آخر أعزل لماذا؟ 1. لنهب ثرواته 2. لتسخير طاقات أفراده 3. العمل على استثمار مرافقه المختلفة إلى غير ذلك من أحقاد وأطماع الاستعمار ما تاريخ الاستعمار إذن؟ إن الاستعمار لعالمنا الإسلامي يبدأ منذ زمن بعيد لكن في عصرنا الحديث نراه قد بدأ بداية حقيقية مع عصور النهضة في أوروبا عندما انتشرت المراكب الاستكشافية تجوب البحار بحثا عن تحقيق أهداف وأطماع الاستعمار لعالمنا الإسلامي لقد وصل فاسكودي جاما إلى طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1499 وبذلك قد وصل البرتغاليون إلى الشواطئ الهندي كما أنشأت بريطانيا أول جهاز استعماري لها تحت مسمى شركة الهند الشرقية البريطاني وأيضا سنة 1664 فعلت فرنسا نفس الفعل فأنشأت ما أسمته شركة الهند الشرقية الفرنسية لينبئ ذلك عن إنشاء استعمار أو قيام علاقة بين الغرب والشرق في شكل شركات استثمارية لكنها تحمل في طياتها وفي قلبها حقدا دفينا على عالمنا الإسلامي أنبأت عنه حملة نابليون بونابرت التي قام بها سنة 1798 على مصر بل إن الملك شارل العاشر قد اعتزم أو أعلن اعتزام فرنسا إنشاء مستعمرة ذات شأن في شمال إفريقيا وفي سنة 1887 وقع مؤتمر برلين الذي قضى باقتسام بلاد العالم الإسلامي ومواقع النفوذ للإستعمار كأشبه ما تكون بإنشاء أو تقسيم تركة الرجل المريضي على مأدبة اللئام عندئذ توالى بعد ذلك سقوط البلاد العربية الإسلامية في قبضة الاستعمار الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والروسي موسيقى